تفرد بعد البخاري صح والقرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله إخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكالعادة نتناول في هذا البرنامج هذا البرنامج شرح الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في كتابه الصحيح بالشرح والتوضيح والتبيين فنبدأ بشرح أهم المعاني والكلمات التي جاءت في هذه الأحاديث ثم نشرح هذه الأحاديث ونبين ما فيها من الأحكام ونختمها أيضا بالفوائد التي جاءت فيها هذه الأحاديث النموية أخوات الكرام أخوات الكريمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فانتظرونا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي أهلا وسهلا بكم أخوان الكرام وأخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعد أن استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث مصولا في شرح كتاب الحج من كتاب صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الحديث هو حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها بوابه الإمام النووي عليه رحمة الله بقوله باب إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وإظفاره عن أم سلم رضي الله عنها قالت من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من إظفاره شيئا حتى يضحي أخوالي الكرام أخوات الكلمات هذه الأيام العشر هي أيام فاضلة تسمى الأيام العشر الأول من ذي الحجة وفيها فضل عظيم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من فضلها قال ما من أيام العشر أحب إي الله من هذه الأيام وذكر يقصد بذلك الأيام العشر من ذي الحجة وقد تعجب الصحابة من ذلك قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا الرجل قد خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك من شيء فإذا هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أيام عظيمة بل إن الله عز وجل أقسم فيها كما جاء في قوله تعالى والعشر وليال عشر قال ابن كثير قال يعني نهار الأيام العشر تكون أفضل في عشر ذي الحجة وليالي العشر في العشر الأوائل من رمضان تكون أفضل من الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة إذن هي أيام مباركة على المرء المسلم أن يكثر فيها منطعة الله ويتجنب الذنوب والمعاصي يكثر من أعمال الصالحات من النوافل يكثر من الصدقة يكثر من الصيام يكثر من الذكر جاء في رواية أيضا فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام أحمد بإسناد صحيح فعلى المرء المسلم أن يكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام وبما أن الحجاج يحجون بيت الله الحرام ويتقربون الله عز وجل بالطواف والسعي والوقوف بيعرفة والذهب إلى ميناء ورمي الجمارات وذبح الهدي فعوض الله عز وجل عباده الذين هم ماكثون في أرضهم وبلادهم بأمر عظيم ألا وهو ذبح الأضحية ذبح الأضحية وعندما تذبح الأضحية فإنه يلزمك أن لا تأخذ من شعرك من رأسك أو الشارب أو من اللحية أو من جسمك أو حتى شيء من جلدك أو إضفارك كما في حديث أم سلمة تقول من كان له ذبح يذبحه يعني يريد أن يضحي فإذا أهل هلاله ذي الحجة رأيت هلال الحجة من المغرب فأول ليلة من ذي الحجة يجب عليك أن تمتنع من قص الشعر والأضافر وحتى لا تأخذ من بشر من بشر جسمك أو جلدك شيئا فلا يأخذنا تقول من شعره ولا من إضفاره شيئا حتى يضحي ما هو الأضحية متى في يوم العيد وثلاثة أيام بعده التي تسمى أيام التشريق إذن يوم العيد إذا ضحيت فهنا يجب لك بعدها أن تضحي أن تقص أضافرك وأن يعني تقص الشعر أو تحلق رأسك سواء يوم العيد أو يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر إذا غربت الشمس هنا ينتهي وقت الأضحية ولا شك أخواني الكرام أخوات الكريمات أن الأضحية هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة مؤكدة يقدمها المسلم تقربا إلى الله عز وجل في أيام عيد الأضحى ويدبح كل مسلم بما يستطيع يستطيع أن يذبح البقر أو الإبل أو الشات فالإبل والبقر والضأن الشات فهذه كلها يعني جائزة من من ذبحها إذن في هذا الحديث من كان له ذبح يذبحه تقول أم سلم أي عنده قدرة عنده استطاعة أن يذبح الإبل أو البقر أو الضأن يعني الشات بشرط أن تتوافر الشروط الشرعية في هذه الأضحية فإذا ثبت دخول شهر رمضان وأراد الرجل أو المرأة أيضا أن يضحون في العيد فلا يأخذون أي لا يحلقون رأسهم أو يقصون شيئا من شعر جسدهم سواء من الرأس أو الإبط أو العانة أو الشارب أو اللحية أو قصوا الأظافر كل ذلك لا يجوز ما الحكمة في ذلك أخونا الكرام الحكمة في ذلك أن المحرم الذي يحج بتلها الحرام يلبس الإحرام أما المسلم الجالس في بلده فإنه يتشبه بالمحرم فلا يأخذ من شعره ومن إضفاره وهنا يستشعر المحرم أحوال المسلمين وهم يحجون بيت الله الحرام يسألون الله تعالى الرحمة والمغفرة والرضوان وكذلك قيل من حكمة عدم الأخذ من الشعر أن ذلك أيضا أولا يعني هو امتثال وتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى سواء علم الحكمة أولا يعني سواء علم الحكمة أم لم يعلم الحكمة وكذلك قيل أن يبقى يعني جسده وجسمه كاملا حتى يعتقه الله عز وجل من النار وقيل هو تشبه بالمحرم الحاج نسأل الله سبحانه وتعالى ونفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بعد البخاري صح والقرآن